مع الكشاف مشاهدينا اللي افتتحوا مؤخراً بيت الشباب بتحت اسم ميزون سكوت باغ شالهوب بمنطقة غسطة نحن نحكي بالتفصيل مع جوفنانا اليوم وهنا الشاف عمر سقر والشافتان شانال الفياد صباح الخير أهلا وسهلا فيكم فينا نبدأ مع شاف عمر رجل تقبلي شاف عمر ليش سميتو جروب مان سوسيال سكوت شو الفرق بين الفرق الكشاف الثاني جروب مان سوسيال سكوت نشأ من خمسة عشر سنة وقت يلي كوداما كشافت الرسول بجوني قرروا انو من بعد ما يخلصوا حياتهم الكشفية طبيعية انو يرجعوا يلتقوا كقوداما سوا وسموا التجامع تجامع الاجتماع الكشفى لانو شافوا وقت انو رسالة الكشافة مبتخلص بعمر معيان مبتخلص ومش محصورة بين بعضنا ككشافة بدا تكون للمجتمع وهكذا كلمة الاجتماعي من هذا سبب انو دخلت من ضمن الاسم بس الانوصيان بشكل او باخر بساعدوا كمان الكشافة جدادة او الشبيب ايه من ساعدهم لحد معين لانو عندهم المسؤولين اللي برجعون لهم بالسكوت دوليبان او بالجدوليبان هن المسؤولين المباشرين عنهم اكتر نحنا اذا بدك حدهم اذا بعضوا شيء نحنا نكون حدهم شونال 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 الشيء اللي بتعملوها مع بعض مع الانسيان او تستفيدوا فيها بها التبادل بين الانسيان والسكوت جديد هلا اكتر شي نحنا بنستفيد منهم بالوحدات اللي مؤسسة بالتجمع الاشتماعي الكشفي يعني في سبع وحدات مؤسسين وحدا من الكوداما مسؤول عنهم كل حدا بيطلع مننا لعندهم بياخد مثل تنشئة وبيقدر يعطيها للجروب اللي هو فيه نحنا اللي منعملو انه اكتر شي بناخد منهم فورماسيون يعني تنشئة اكتر من هيك يعني ما في نشاطات كثير ما في نشاطات كوميون كمان في فرق بال اي هلا بكل واحدة من هول وحدات مثلا اذا اخذنا واحدة العيلة تعمل مخيم للانسيان بالصيفية بيطلعوا العيال الانسيان الكشافة مع نسوينون ورجالون او بالعكس وبقدروا جمعة سوا بالكام بيرجاب عيشوا الحياة الكشفية مع ولادن يعني بذكر وقتا اول كام عملته مع ابننا جان كان عمره ستة شهر على قده اول كام كان وكل سنة فارت تتكرر الشغلة و الان شخص يرجع رجال لقاء جديد مع كل الاصحاب والدينا اهلا نعم من يومين ان تعاوضهم يومين بطبيعة من عام مثل ان هناك اكتراتك هو بداية من أي عمر بقدر اذن ان يفوتوا على الكشف تماما سنوات ان الانسيان عن ثمانا سنوات نحن ست سنوات فأنا ست ست سنوات بنات ست سنوات وقتا اعجاب اي اشهر هلحمدالله اليوم انفتطعته هاله بيت الإي كان يومين يومين فاوا بيته وهو ميزون سكوت برشالهوب هذه الصورة في الشيطة أخذت من سنتين وقت لتلجت لأن في سنت الماضي لا تلجت كثير في لبنان هذا النهار السابت بالافتتاحية لأنه افتتحنا البيت بشكل رسمي للأعضاء طبعنا و للبرا هلأ منشوف صور بعد أقرب هذا هو البيت عن قريب كيف مولته؟ لم يتحدث كثيرا لا يتحدث كثيرا لكن هناك أخير من الأعضاء الذين تكيرموا أحبوا أن يساهموا ثم أجلنا فاند من ألمانيا في ألمانيا ثم يساهمت الـ USA ثم أجلنا فرس الأرملي كل أعضاء من الأعضاء كل واحد دفع قدمة فيه و الآن وصلنا إلى سالة دو كونفرانس إذا كان هناك شركات تحب تجي تعمل كونفرانس كمين يساهموا به الصيانة والمحافظة على النشاطات ما هي النشاطات التي تحدث داخل البيت كونفرانس ما هي النشاطات التي نشارك فيه هو اسمه كونفرانس وهو تابع على الوحدة المساعدة الاجتماعية نحن نهتم بالصيفية بأولاد مناقهم عبر الرعاية وعبر الأشياء بيقولون عنهم أنه أولاد مشكلة هالقدة منطلعهم ثلاثة جماع لديهم مشكلة اقتصادية أصدق لديهم حاجات اقتصادية مشكلة هالقد مرتاحين ماديا متقصد ليروحوا هني على كولونيب ويدفعوا أموال نعم مضبوط فنحن منطلع معهم لمدة ثلاثة جماع بالصيفية على هالبيت نعم ومنهتم فيهم أكيد ما فيه مردود اقتصاد ولا شيء لأن الكشاف دايما بيعته وما بيسأل عن مقابل فمنطلع هالثلاثة جماع دايما فيه نشاطات صورتي ضهرات بينبسطوا معنا وهيك هذا اللي البيت توفر لنا أنه نقدر نستعمل مطرح مجاني ولنخدم اجتماعيا كل ما هيك نحنا نتعود من الأول نحنا وأكتيف أنه كيف بنا نصير بعدين بس يصيروا هني كوداما نطلع هالوحدات ونصير نحنا نستلم عنهم يعني عم نتأسس من نحنا وصغير كمان هالبيت خاصته يكون بيت للشباب وهو هدا موجودة في عدة مناطق في لبنان سر في عشر بيوت تقريبا تقدم خدمات للشباب أي نوع من الشباب أو مين من الشباب و أي نوع من الخدمات تقدمو أكي أي نوع من الشباب الأولوية الأولوية لألون إذا بحبوا يجووا يعملوا لكاءاتهم بالبيت مثلا بكل كشافة عندهم القادة مرة بالسنة على العليلة بيعوزوا يعملوا ويجووا يجتمعوا ويحضروا برنامجهم أو يعملوا إيهاليواشون لديهم 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 تجهيزات مطبخ إذا لديهم 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 نشاط اجتماعي لديهم نشاط ثقافي نشاط روحي لديهم لديهم لا يكون مفتوح لكل لديهم تجهزة مورق اجتماعهم بها مملكة داخل البيت بالان هويت البيت تحميلها لا ينقضي أوماماً نخسر المسار السيدة التي وقوم بها لتعديد من هذا البيت وما تقضيها عمر داخل البيت المنامي؟ الاكل الآن بمرحلة اللاحقة بأول مرحلة لا ولكن من أن تجهيز البيت باننامار سوف نكون متعادد مع ناس من خلال فترة وبعد ذلك سوف نأمين البيت الأسعار كثير منيحة للجان. لا أعتقد أدراحي له أسعار تخيير. شاريل، ما يستفيد الإنسان من أن يكونوا سكوت منه وصغير؟ ما يكتسب؟ أول شيء، أنا و بعضهم يتطلعون فيه لأنه عمرك عشرين سنة وبعد كشافة كبرتوا على اللعب كبرتوا هيك الكشافة منا بس لعب، فيها من كل شيء يعني فيه شئ لعب كمان أكيد، فيه شئ لعب، هذا اللي عم قوله بس كمان فيه سألة الشخصية، فيه تمرين للدخول بحياة الاجتماعية بعدين يعني تما تكون دهرة من جو البيت ودغرة عم تفوتها على المجتمع مش عارفة شي من شي الكشفية بتعودك عالتنظيم، فيه احترام للاكبر فيه كمانا مساعدة للأصغر فيه حركة منظمة يعني أنا كتير ساعدتنا الكشافة بس بصيرو أنصيان كتير بسرعة عمر بصيرو أنصيان كتير بسرعة يعني على عمر 22 سنة مش بكير 22 كلمة أصيان واحد بيحس حيل أنه صار لختيار ايه أصيان بتحس لحدها لو ترتين لحدها مطاعت بس ستين اوكي، 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 سكوت إنه إذا بدك هيك بصارت تيمكن نيحة أحسن اليوم عندكم مناسب أنكم على الامتي في فيون كتار يسمعوكم شو الدعوة بتحبوا توجهوه هيك ها كلمة أخيرة نحنا أنا بوجه دعوة للاهل يلي أولادهم اليوم عمرهم بين 6 و 12 سنة أنه أكيد يدخلون بالكشافة لأنه الشي اللي بيعيشو بالكشافة بيربيهم بيكمل الشي اللي عم يخدوه بالبيت ما يتأخروا ولديه الكلوب سبورتيف وكل النعشاطات تانية اللي بتنعمل منيحة بس بالكشافة بياخدوا ولد تربية مبكية بمكانتانية نحنا نشكركم تمنى لكم كل التوفيق بكل نشاطاتكم أهلا وسهلا فيكم كنتو ختم حلقتنا لليوم بدأت شكر كل اللي تابعونا أنا برجع بلاقيكن نهار الأربعة صباحا فكونوا على الموعد ترقبوا الليلة على الام تي في الساعة 9 اللي ربع كتير سلبي والساعة 9 اللي ربع